طب على سيرة المية بقى انتي اللي جبت اهو ايه قولي عملتي ساشن تصوير ايه بالفستان الأحمر الشهير على البحر وهين بعتيني السيرة وانا عادة ومتكلمش فيها ما يحصلش تمام واتصورتي والدنيا تقلبت والبرامج اتكلمت معاكي ومداخلات وإيه وأحلى بات عليه كان ايه لأ انت يا جيد شفتي هولك ميرنة انت حطتها على جسمك دقيق دقيق طبعا دقيق طبعا ده انت فهمها دي ايه أبيض يعني ازاي يعني طب هو انا بامشي موقعشي طب ما كانش فيه ديه نازل أبيض على الرملة منطور باين وانا عادة على الرملة بيهرش لونك فاتح منور فهو مش الموضوع شوية ديه يعني يمكن قليل قوي في حياتي لما بلبس فستين يمكن الناس فعلا قليل لما بتشوفني لابسة فستين مظبوط بطبيعة جينز ودبي التيشيرت واجري والناس معرفش ليه توقع عشان انا غايبة بقليه فترة يا جماعة ده فيه ناس قال لك الصور دي من عشرين سنة ومرأة من عشرين سنة ومحتفزة بالصور دي ونازلتها دلوقتي دي حكت هم متوقعين ان انا عشان بقالي كتير في الوسط اذا انا لازم اكون ايو بس انا دخلت في الوسط طفلة يعني اه انا بقالي طبعا كتير جدا في الوسط بس انا دخلت طفلة اصلا فيعني انتو ليه متوقعين ان انا يبقى شكلي مختلف او قعبرت ولا اللي اكيد دي مش هيا او دي صور من عشرين سنة او حط على جسمها دي احط على جسم دي يعني هل انا في اي عمل من الرأي والنساء لحد النهاردة شفتوني كنت صامرة قوي وفجأة ليتوني عاملها ساشن بيضة ده طول عمري انا انا بس يمكن عشان فعلا ما كنتش بالبس فستين صحيح فعلا اكتشفت دي في نفسي يعني انا الواحدة ركزت انتي عارفة الحياة بقى يقاها مختلف بقيت تصحي الدبي جينز وتيشيرت وتاجري وتنزلي مبقاش بقى تلبسي فالناس تصدمت وكمية بقى ناس تكلموني ومركز التجميل مش عايزة اقولك تعالي اقولي ان انتي عندنا عمالتي عندنا يا ساتي انا معرفكوش اساسا ده كارسة ده ممكن يستخدموا صورك فعلا هو كلك اكلمني على هذا الاساس كارسة كارسة طب تخدي كامو تيجي عندنا تعملي اللي انتي عايزة بفورفيني بس